السلام عليكم و سعاد وقتكم من ما تكونون و بكل خير و السلامة و اياكم رشامن و اطلخ رشان ابدأ بذكر الرحمن و ايا فيديو منوع الوجبات متعددة و هنا بالبداية هسوي كرات تكون بالدجاج مقلية هنا عندي صدر الدجاج قطعتها مكعبات جدا نعمة ضفت بصل بالطاوة شوية لان ضفت لملح و ضفت بعدين قطاع الدجاج ضايا اللون هم ضفت بهارات قليل جدا شوي بابريكا و فلفل و اوريغانو اللي هو الزعتر البري و اخلطتهم سوية بعدها قليئة بطاوة مكعبات و ضفتها وياها و كذلك هنا عندي بزاليا و جزر هم منطيتهم سلقة خفيفة و ضفتهم مياهم هنا احبدي احركهم اخليهم على نار قليل و اضيفك رفز و اغطيهم تقريبا خمس دقائق هيج و يكونون جاهزين عندي طبعا عجينة الفرن جاهزة هسويها عشك الكرات و اقليها هنا عدنا هذا بروكلي مجمد اللي هو يشبه بالطعام تقريبا القرنابيض و هنا طبعا امطيت السلقة خفيفة و هنا خليتها بزيت الزيتون بعد ما نشف بزيت الزيتون و شوي عصرة ليمونة و اكيد ملح هنا عندي البطاة مسلوقة مجرد قطعتها و خليتها بمي فاير و طبعا بعدين هنا بزيت الزيتون فلفل بابريكة ملح و همين جاهزة وياي و هشي امطيتها شويه مثل ما نقول هرسة خفيفة حتى تكون طيبة هنا طبعا هذا العشاء مالتنا صار جاهز اتفيدكم هذي الافكار لوجبة العشاء يعني هنا زادت عدة من الحشوي فعندي هذي البطاة السلق ضفت عليها شوي من الحشوي و كذلك هنا عني يحبون عن دومي اختي فسوناها عن دومي و هذي العشاء كانوا اكيد سهمكم العافية هذي طبعا الوجبة الاولى اللي هي وجبة العشاء انطيتكم هذي افكار شوي متنوعه اذا تحبوها و طبعا اكيد هننتقل للوجبة الثانية شويه و راجعت لكم مدام بعدكم بداية الفيديو ضيفونا اللايك حتى الفيديوهات تتوصل اكبر عدد من المتابعين شويه و راجعت لكم و راجعت لكم ميد طبق الثاني طبعا انا منزلته اللي هو شاور ما الدجاج طبعا ايوم اغلب الاطباق اللي حسويها هي بالدجاج طبعا النا الدجاج اني تبلته هو عبارة عن دجاج قطع هيتش تكون اصابع و ضفتلها شوي خل ابيض ليمون عندكم بابركة زعتر بري و كذلك شوي بهارات فلفل اسود و اكيد ما انسى فلفل بودرة ثوم بودرة و هنا عندي اضافة كلش حلوة اللي هي اضيف شوية تراشو و لبن عليها تطلع الطعام كلش طيب و طبعا اكيد اضيف فلفل اخضر و طماطع قليل و بصل و ليمون اخلطهم سوية و اخليهم على النار على الطاوة يعني و زيت الزيتون همين نسيته و طبعا اخليهم على النار لحد ما ينشفون و بالاخير يتحمر اللون مالتهم اكتر اقدمهم بطريقتين اما بهالشكل يعني ممكن تكون عندنا ثنقر و اخلي الشاور من الدجاج و اسوها على شكل صندويجات تكون عادية بالصمون العراقي او الصمون الكهربائي او على شكل غصاج تقدرون همين تستخدموها تنتطعم جدا ضيب هذي فكرتين هم للعشين ننتقلها سوياكم للطبق الثالث اللي هو هم حيكون بالدجاج طبعا يتكون من فرندة باسة بالدجاج شوية و راجعت لكم و حنسا و ساوياكم و فرندة باسة بالدجاج الطاعم جدا ضيب و همي نجربوه على ضمانتي اللي داما بالمطاعم يكون هذي الطباق صعرا غالي هنا عندي شوية مليح بمي فاير و ضفت المحكرونة خليها تنزل بشكل كامل و هنا عندي صدر دجاج قطعت بشكل جدا رفيع و ضفتها و اعضل زيت الزيتون خليها زحت أقلي بابريكا فلفل ثوم بودر وثوم عادي وانطيتهم ملح حمين وخلطتهم مزين وهنا خليتهم بالطاوة لحد ما يتغير لون الدجاج اضيف شوية بصل مهوية وكذلك هنا هضيف بعد ملان البصل اضيف فطر وهم اخليها اخذ له شوية حمسة ويتغير لونه وبعدين اضيف كريمة الطبخ هنا هذي العلبة الصغيرة اضفتها وياه وهنا الماكرونة صارت عندي جاهزة اضفت وياها هذه الخلطة الحلوة وحضيف وياها جبن واقلل النار جدا واخليها لحد من نكات كلها يعني تندمج ويا الماكرونة وتنططعهم طيب انا طبعا هنا اثناء السلق اعزل شوي السلق اللي سلقت بيها الماكرونة انا مش شنو اول باستة حتى من احتاجها تكون شوية تذقل عندي هذه الخلطة اضيف شوية مي حتى تكون عندي خفيفة هذا كان الطبق الثاني تقدر تحتمدوه انه كطبق غدا او عشا يعني كون جدا طيب هنا همين شاركتوا اياكم موجبة العشا لكن هنا هتكون اغلبها السلق هنا عندي كوبة الموصلية ضفت مي والحد ما بدي يفور اضيف الكوبة خليه تقريبا يعني دقيقتين اثلاثة وتشهز عندي هنا البوتيتة همين مي فاير واضيف البوتيتة مكعبات بعدها اطلحها لما اتأكد انه يعني انطبخت او انسلقت وهنا ابدي اضيف شوية ملح وفلفل وبابريكة واكيد بيها زيت الزيتون واهرسها او تقدموه عليها الشكل يعني ماكو فرق وهنا اكيد عندي طماطي سوينها قليل وحنقدم وجبة العشا وياكم وتكون جدا طيبة هذي جهز عدني واكيد وياة شاي العراقي واكيد سهمكم العافية هذا كان الفيديو مالتني اتمنى ان شاء الله اليوم اعجبكم اتمنى ما تقصروا نويا باللايك واللي زائرني اول مرة تنسون الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى تصدر لكم كل فيديواتي واكيد بالاخير اقول لكم ان شاء الله يفاتكم هذا الفيديو وانتظروني الفيديو جديد من مناوعات ووجبات للغدا وللعشا ان شاء الله تستفادوا من اعتداء مع السلامة اشتركوا في القناة موسيقى 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 موسيقى